لم تجد الحجة الظهرى وبنتها الوحيدة فتيحة الطريقة التي تقابلنا بها في هذا الكوخ بأعالي قرية حمزة الجبلية المعزولة في جيجل سوى بهذه الدموع والسرخة وذلك من شدة القهر والفقر والحرمانة أنا نطلب منهم سيد الرئيس ونطلب منه سيد الوالي يشوفوا فيها الوضعية دي بشراني نمرض هنا مكشف يرفضني في الليل وضعية تبكي الحجر خاصة إذا تعلق الأمر بعجوز الحاجة الظهرى لم تعد تقدر حتى على مد خطوة واحدة نهيك عن ظروف الحياة الصعبة التي اجتمع فيها المرض والفقر والعزل كي دربت الززل بالجمير هذا طعوا لها إما كانت قاعدة أنا جادت الحجراني أنا كنت براع وكتو جيت جبتها كي يكون الشتاء ويكون التلج كاريتا وسيتوك تمرض العجوزة ولا هذي يطلعوا لها كي الناس يطلعوا لها عزوش تعلي كي يكون الريح يخافوا كي تكون الشتاء يخافوا أكشفت الدار كيف صورتها دوك ودرت عندها دموع تعلوج مو عند عشرين سنة وما بدولها محتهد هي دموع القهر والتهميش لكنها تبقى مليئة بأمل من خلال صرخة ابنتها فتيحة للخروج من حالة أقل ما يقال عنها أنها حياة بدائية في جزائري 2020 دول نحشنا تتحط علي فانيا تتحط علي فانيا تتحط علي فانيا